موسيقى السلام عليكم يختزن الوطن العربي طاقة هائلة ممثلة بشبابه الذي تبلغ نسبته إلى باقي فئات الشعب الثلث وهو ما يجعل المنطقة العربية منطقة فتية وشابة لكن هذه الفئة الشبابية التي عليها التعويل في إقامة المجتمع ودفع عجلة الإنتاج المعرفي والاقتصادي ما زالت معطلة عربيا بفعل عقبات وعثرات في الطريق الأوضاع السياسية والاقتصادية وسوء الإدارة والمحسوبية أدى عربيا إلى تراجع دور الشباب في الإسهام بقيادة المجتمع وسط هذا الواقع الذي اندفع فيه خلال العقد الماضي ملايين الشبان العرب إلى الساحات العامة طلبا للتغيير وسط هذا الواقع يبرز سؤال التحديات التي تكتنف طريق تفعيل هذه القوة البشرية الهائلة والمعطلة في الدول العربية الشباب العربي والتحديات سؤال حلقة اليوم من برنامج حديث العرب الذي تأتيكم تفاصيله بعد متابعة التقرير التالي الوطن العربي والمترام الأطراف مجتمع شاب وفتي فثلث سكانه بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين من العمر لكن يحصل أن هذا المجتمع الشاب تسري في أوصاله مشاعر خوف من مستقبل تكتنفه تحديات من العيار الثقيل البطالة والهجرة وجودة التعليم فضلا عن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي وسوء الإدارة التي تفضي إلى انتشار المحسوبية كل ذلك يقف حجر عثرة أمام قيام الشباب العربي بدوره في قيادة دفة المجتمع والانطلاق بعجلة الإنتاج هذا الواقع أخر الاهتمام بالمعرفة في سلم أولويات الشباب فتراجعت نسبة القراءة بشكل ملحوظ بينهم لصالح الانهماك في البحث عن مصادر الرزق لكن في الجانب الآخر لا تبدو الصورة قاتمة تماما إذا ظهر تطورات الأحداث السياسية في العقد الأخير قدرة الشباب العربي على التعامل مع منجزات الحضارة الحديثة وتحديدا مع وسائل التقنية الحديثة التي وظفت في ساحات التضاقر العربية في عواصم مهمة كالقاهرة وتونس ودمشق وبغداد بشكل فعال أسهم أحيانا في إحداث تغييرات في بنية السلطة لكن التعامل مع التقنيات الحديثة اقتصر حتى الآن على استعمال التكنولوجيا وتوظيفها لأغراض سياسية ثارة واقتصادية معيشية ثارة أخرى دون أن يتطور الأمر إلى مبادرات ابتكارية سواء في المنظومة التكنولوجية نفسها أو في مشاريع تقوم على قاعدة تكنولوجية وسط التسارع عجلة الحياة بمتوالية تفوق نمو الحياة في الدول العربية يثور سؤال عن دور الحكومات بل عن قدرتها على وضع سياسة منهجية تحتوي الشباب علميا ومعرفيا وتطلق يده في الإسهام بدوره الفعال بإنتاج مجتمع عربي معرفي يدور بكفاءة مع عجلة الحياة الحديثة نبحث من موضوع الحلقة مع ضيوفنا الكرام وهم على التوالي في الاستوديو الأستاذ زينب الخناسي الباحث في قضايا الشرق الأوسط وعبر سكايب من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري المستشار التعليمي أهلا بضيفينا الكريمين لو بدأنا من القاهرة أستاذ أحمد يعني نحن نعيش العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ونحن إذ نعيش هذه المرحلة من الطبيعي بل ربما من واجبنا أن نسأل عن طبيعة التحديات التي يواجهها الشباب العربي في هذه المرحلة وقد علمت مسبقا أن الشباب العربي يحتلوا منزلة مهمة بين طبقات المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية تحياتي لك أستاذ جهات ولأسرة البرنامج المقرة ولمتابعيكم ومشاهديكم وقناة الرافدين الرائدة بإذن الله طبعا هذه القضية هي قضية الساعة وكل ساعة بل قضية اللحظة التي نعيشها هي قضية التحديات التي تواجه الشباب الفعل في هذه الحقبة التي نعيشها التحدي التكنولوجي الأول في البداية هو التحدي المفاهيمي أو سميه التحدي المفاهيمي أو تحدي المفاهيم والمصطلحات فإذا سمعنا إلى كلمة التكنولوجيا ففي الحال يتطرق إلينا الكمبيوتر الحاسوب ولكن الحاسوب هو جزء من التكنولوجيا هو نتاج لهذه الثورة التكنولوجية المعرفية الكبيرة ولكن التكنولوجيا هي طريقة للعيش هي طريقة للحياة هي التوضيط الأمثل للكمبيوتر وغيره من وسائط المعرفية الحديثة فحين ينظر الشباب فيجد أن التحدي الأول هو أن أصبحت التكنولوجيا ليست مجرد وسائط وليست مجرد أدوات إنما هي أصبحت طريقة عايش لا تنفصل عن حياة الإنسان بكل أبعادها فهذا هو التحدي الأول التعايش مع التكنولوجيا بهذا المفهوم هو التحدي الكبير هناك تحدي آخر بالإضافة للتحدي المفاهيمي هو التحدي الحصول على التكنولوجيا التحدي كيفية الحصول عليها خاصة أنها تتصارع وأننا نجد الآن أن الكوة الكبرى تتصارع في هذا الميدان بل يكاد يكون التنافس أساسيا في هذا الأمر نحن نعرف أن أمريكا غيرت هويتها من الهوية التسلح العسكري وأصبحت تتجه إلى هذا المجال بعد أن سبقتها اليابان وسبقتها كوريا الجنوبية ففي عهد ريجين بدأت تغير من الاستراتيجية وتغير حتى من الهوية لما وجدت أن ما يسمى بأشباه المواصلات بدأت تحتلها اليابان وتتفوق فيها وكوريا الجنوبية وغير ذلك بدأت تتجه وتخلت عن مصطلح الإمبراطورية الشيطانية لروسيا واضطر ريجين أن يزور روسيا لأجل أن يحد من نزعة التسلح وأن يتجه إلى عدم التسلح لأجل أن يواكب بسرعة وبمرونة العصر الحديث لتحتل لأمريكا الرياضة مرة أخرى في هذا الميدان فهذا تحدي تحدي الحصول على التكنولوجيا تحدي مفاهيمي عندنا تحديات أخرى أستطيع أن أتركي لها خلال حديثنا إن شاء الله في الاستوديو أستاذة زينب يعني لو تحدثنا بشكل إطاري يعني بشكل عام عن طبيعة ما يواجه الشباب العربي من صعوبات وعقبات في طريق قيامه وأدائه دوره في المجتمع هل نتحدث عن تحديات سياسية بالمقام الأول أم اقتصادية أم تعليمية كإطار عام أول شيء شكرا على الاستضافة في حقيقة الأمر هذه التفريعات هي متداخلة فيما يخص التحديات التي يواجهها الشباب العربي فلو توجهنا نحو هذا التقسيم الكلاسيكي السياسي التعليمي الاقتصادي نجد أن الهاجس السياسي يسيطر على الشباب العربي ففي آخر دراسة نشرت على موقع الصدى وتواجهت بالسؤال وهي دراسة مصغرة للشباب العربي ما هي الهواجس التي تسيطر عليهم أو الاهتمامات فنجد أن الحقوق المدنية والسياسية جاءت في المرتبة الأولى وهذا دليل أن المسألة السياسية هي من أولويات الشباب العربي هذه المسألة في حقيقة تكنز عدة مشاكل نظرية وعملية فمن ناحية النظرية نجد أن الشباب العربي يتلقى في مناهج التعليم هذه المفاهيم مفاهيم الحرية والديموقراطية ولكن لما ينزل على أرض الواقع لا نجد أن تشريك لهذا الشباب في الممارسة السياسية بالعكس من ذلك لو قررنا الشباب العربي بنظيره من البقية الدول نجد أن على مستوى رأس القيادة هناك قيادات فتية مثل من الحال مثل ميوزلندا فرنسا كندا ولكن عندما ننظر إلى القيادات في الدول العربية نجد أن أغلبها اسمحني في الكلمة متهرمة كلها تجاوز الستين فهذا يحول دون تشريك الشباب في اصطناعة القرار السياسي وبالتالي نسأل سؤال هل هذا الشاب الذي لم يشارك في هذا القرار السياسي يمكن له أن يحس بالانتماء للفعل الممارسة السياسية من ناحية أخرى يوجد إشكالية كبيرة جدا وهي في قمة المأساة أن حسب تقرير منظمة التعاون الإسلامي أن 37% من الشباب العربي في مناطق اضطراب وهو يطرح عدة صعوبات أمنية وسياسية فهذا الشاب هو لا يعيش حالة طبيعية ولكن يعيش حالة استثنائية فهذه الحالة استثنائية حالة اللاستقرار سوف تؤدي به التحاق إما بالتنظيمات المعادية الحكومات أو التنظيمات المسلحة أو أنه سوف يجد نفسه في مسألة الطريق نحو تحرير الأرض مثل ما هو الحال في فلسطين وبالتالي أن الشباب العربي أكثر من ثلاث عفوال الشباب العربي لا يتمتع بحياة مستقرة أما من ناحية الاقتصادية وهو شاغل كبير جدا في حقيقة الأمر نجد أن تقارير صندوق نقد الدولي تشير إلى أن النسب البطالة بين الشباب العربي مرتفعة وربما مرتفعة أكثر بين نظيراتها في شباب العالم حيث بلغت 37% وهي نسبة كبيرة جدا وهي تتفاوت بين الجنسين إذن جدها أنها تتجاوز 40% بين النساء بحين أنها بين 19% بين الشباب خاصة في ظل التحولات البنيوية التي يعرفها المجتمع العربي اليوم بمعنى التحول من العائلة الممتدة إلى العائلة البنيوية يجعل الشاب العربي يواجه أو يتحمل عدة تكاليف في تكوين الأسرة وهو ما يطرح مسألة التكاليف المشدة خاصة أمام الأزمات الاقتصادية الأمر الذي انعكس على تأخر سن الزواج حتى بلغت في نسب الزوف عن الزواج أو ما يسمى العنوسة في بعض الدول العربية 80% وهي مؤشرات نقوص الخطر بالنسبة للمسألة التعليمية هنا تحدثت عن شيء متداخل اقتصاد المجتمعي نعم المجتمعي أكيد العبء الاقتصادي سوف يؤدي إلى تغييرات اجتماعية وهو ما حصل بالفعل بالنسبة المسألة التعليمية فهي مسألة غاية في التعقيد لأننا احنا أمام مناهج تعليمية في واد والعصر في واد كما أشار الضيف من القاهرة أننا في عصر متسارع جدا وتطورات التكنولوجية على قدم وساق ولكن المجتمعات ولكن المناهج التعليمية يعني هي شبه متخلفة وتعكس تخلف المجتمعات العربية هي لا غير متطورة تقنيا وغير مواكبة لمتطلبات سوق الشغل وهو ما يؤدي إلى يعني تكريس المشكلة الثانية التي أشارنا إليها وهي المسألة الاقتصادية إذ يجعلنا من الخرجين هم يعني عالى على سوق الشغل وليس يعني وليس يعني إضافة لسوق الشغل طيب أستاذ أحمد يعني دعنا نغوصه أكثر بشكل أكثر عمقا في طرق القضية يعني في سياق عولبة ثقافية وانحسار الشعور بأهمية الهوية عند الشباب العربي زد على ذلك عدم جودة التعليم مع وجود عدد كبير من الخرجين من الشباب العربي من الجامعات ومسألة المشاكل الهيكلية في الإدارة وما تقول إليه هذه المسألة من فشوء المحسوبية كل ذلك قد ينتج نوعا من نوعا من فقدان الثقة أو تبلد الإحساس بالذات عند الشباب العربي وربما يفسره آخرون بأن هذا هو التحدي الأكبر إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ طبعا أتفق الله حضرتك تماما بهذا لأن هناك منظومة تعمل على الحد من انطلاق الشباب ومنحه الفرصة الكاملة لكن أنا في الحقيقة يعني لا أريد أن أظهر الصورة بقتامة ولكن هناك ضغط لابد أن نعترف به هناك صحيح هناك تحدي بين مصادر التعلم التي يستخدمها الشباب في الجامعات وعمرها الافتراضي يعني بعض الجامعات ما زالت تدرس طلبة الـ IT في علوم الكمبيوتر والحسوب الفلوبي ديسك اللي هو عاف عليه الزمن بالرغم الآن هناك تفراض هائلة في استخدام المعالج الحديث اللي هو المعالج سيفن اللي ربا كلها بتعمل بيه بالنسبة للحسوب وبالرغم من ذلك فإننا نجد بصيص دور من أن هناك مثلا تقول الزكاء الاصطناعي في بعض الجامعات موجود في مصر في السعودية في بعض الدول بتفاوت النسبة يعني ممكن في الجامعات بين الحكومية والخاصة في نسبة تفاوتها لكن يوجد الآن بدأ يعني الزكاء الاصطناعي برامج الزكاء الاصطناعي وهي برامج حديثة ومطلوبة جدا لكن محروم منها قطاع كبير جدا للشباب لأنه أحيانا الجامعات الخاصة التي يتوفر لديها هذه تقنيات الحديثة ما بلغها باهظة رسومها باهظة تكاليل عند قطاع كبير من الشباب فلا شك هناك بهود فردية من الشباب في البحث في أن هو يدخل على الانترنت وأن هو يحاول يعني حقيقة هناك نمازج من الشباب يعني هناك شباب استطاع بجهود إذاتية أن يستوعي الجوجل وأن يعمل في هذه الشبكة شبكة جوبا بعد أن استوعب برامجها بزكاء وعبقرية يعني الشباب العربي ليس بهذه يعني الصورة اللي هي فما ما بألونه لو منح الفرصة وأعطيت لهم إمكانات فإنه شباب زكي جدا وأنت ستجد حضرتك في قطاعات كبيرة جدا في إمكانات الشباب العربي أستاذ أحمد ربما نتحدث ربما نتحدث عنها بشيء من التفصيل بعد الفاصل ولكننا الآن مضطرون لبيان طبيعة الصعوبات التي تواجه طريق انطلاقة الشباب العربي بما يؤدي إلى أداء دوره في قيادة المجتمع العربي أنا حدثتك عن الجانب النفسي عن التحديات النفسية ربما ربما يعني ثمة من يرى وربما أنت من أنصار هذا الفريق أن هذه التحديات النفسية الفشو المحسوبية والمشاكل الهيكلية في الإدارة والعولمة الثقافية ربما يكون لهم مردود عكسي وتكون تلعب دورا تحفيزيا بالنسبة للشباب لتغيير واقعهم كما حصل في تونس وما أدى بعد ذلك إلى انتفاضة عربية أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا نركز عليها فوكياما في كتابه الثقة الفيلسوف الأمريكي السياسي نعم الفيلسوف الأمريكي نعم فرانسيس فوكياما في كتابه الثقة يتكلم أستاذ جهاد عن نقطة مهمة جدا عن أهمية المجتمع المعافى المجتمع المدني المعافى وهذا المجتمع هو يعتبر الرافعة لهذا الشباب فالشباب هو لا يعمل في غزر منعزلة ولا يعمل في السياقات منفردة إنما هو يتأثر بالبيئة يتأثر بالمجتمع الداعم المساعد له لا شك أن هناك خللا كبيرا في هذه النقطة فهو يتكلم عن المجتمع المعافى ويركز بالذات على قضية الأسرة وهذا على عكس ما يتصور الكاثرون هو يركز على دور الأسرة بمنح الشاب المعافى والدافعية والقدرة على أنه يكتاز العقبات من خلال مجتمع هو يسميه المجتمع المدني المعافى وهو طبعا يتكلم بالمنظور الليبرالي فلا شك أن مثل هذا المجتمع بفقافته يستطيع أن يقدم الدافعية القوية لهذا الشباب كي ينطالب في الابتكار في المعايشة في ردم الهوة بين مصادر التعلم هذه المتخلفة وبين ما يحتاج إليه سوق العمل لأن لدينا فجوة كبيرة بين مصادر التعلم وبين ما يحتاج إليه سوق العمل فهذه الفجوة أيضا تحتاج إلى عناصر عدة حضرتك إلى بعضها وأيضا ما قاله فرانسيس في كياما يؤكد هذه القضية أو يعزز دور المجتمع وكما قال ملك بن نبي رحمه الله أن الإنسان ثقافته هي المحيط المجتمع المحيط فيه فعلى قدر القوة هذا المجتمع وعافية هذا المجتمع المحيط بالفرد على قدر إنجازه على قدر دفعيته على قدر ابتكاره وإبداعه وأن ينطلق قدما إلى الأمام بفضل هذه الرفعة التي هي مشكلة من طراكم تاريخي وثقافي وحضاري وهذا نحن يعني متوفر لدينا ولكن تفعيل أستاذ أحمد تحدثت في بداية الحلقة عن نقطة مهمة وهي تغيير الاستراتيجي الذي تبعته الإدارة الأمريكية في التحول من الإنفاق على التسليح إلى الإنفاق على التكنولوجيا وصائد التعليم الحديثة وهنا أعود ورة أخرى إلى السيديو لأسأل عن دور الحكومة هل في الوطن العربي نستطيع أن نلحظ سياسات حكومية ممنهجة لاحتواء الشباب ودفعهم في عجلة الإنتاج في حقيقة الأمر أود الإشارة ولو في الحد الأدنى طبعا طبعا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية والصين أصبح الصراع ليس صراع القوة العسكرية ولكن التقني مؤخرا ألمانيا أيضا تفطنت إلى هذه الإشكالية في الحرب الروسية الأوكرانية وتجهت نحو تحديث الجيش الألماني عبر التحديث التقني بالنسبة فيما يخص السؤال هو يعني في حقيقة الأمر يختلف بين الدول العربية هي ليست وحدة واحدة وتختلف حسبها السياسة ولكن في العموم هي دون المطلوب لعدة أسباب لأن المسألة البنية التحتية التكنولوجية بالنسبة للشباب هي غير متوفرة فلعودنا على سبيل المثال للجامعات فنجد أن أغلبها هي جامعات بداية ولا توفر التقنيات المناسبة لإحتواء الشباب فيما يخص الابتكارات العلمية فبالتالي يعني لا يمكن أن ننقيص مثلا المسألة الحكومات الخالجية التي تتمتع بمردود ما لسبب العائدات البترول مثلا بقية دول الشمال الأفريقية التي تعاني من نفقات كبيرة ومشاكل في الميزانية فلا يمكن المقارنة حال بحال ولكن في العموم لكن الفارق هذا أستاذ زينب يعني ليس لأن دول الخليج العربي غنية ودول شمال الأفريقية فقيرة وإنما ربما بسبب تفشي مثلا الفساد الإداري في تلك الدول هو جانب من الجوانب ولكن مثال عندما تقرير النسكو الأخير الذي جاء فيه ترتيب الجميعات كانت الدول الخليجية من بين الدول المتقدمة في هذا الترتيب بسبب البنية التحتية التعليمية يعني في حين أن البنية التحتية في المغرب العربي هي بنية مهترئة بسبب إما غياب الدعم أو التبعية لأننا نعلم أن أغلبها ما زالت تابعة لفرنسا وهو الشيء الذي يجعلها تفرض اللغة الفرنسية لغة الحصارة العلمي بدل اللغة الإنجليزية لأن الاتجاه العام اليوم هو نحو اللغة الإنجليزية فمسبب الحكومات هو بطبيعة الأمر الأمر على عائق الحكومات خاصة أن هناك قوانين تشريعية تحول دون انخراط الشباب في المنصات التكنولوجية مثلا أضرب لك مثال البيبال مازال ممنوع في عدة دول يعني لغة يستطيع الشباب تلقي أموال من خارج عبر هذه التقنية في حين أن هذه المنصات الرقمية شكلت سوق شغل بديل الكثير من الشباب في العالم في حين أن بعض الدول العربية ما زالت تمنعه فالأكيد المسألة هي تقع على عاتق الحكومات هذا لا يمنع أكيد أن الشركات الخاصة أو الخواص أيضا لديهم المسؤولية في إيجاد بداء الوصائط عن هذا النقص ولكن الإشكالية الكبرى تكمن في مسألة اختيارات الحكومات خاصة أن الدول العربية ما زالت تتجه نحو الاقتصاد التقليدي أكثر منه الاقتصاد المتطور والمتناسف مع التقنيات الدولية إذن العلاقة الشباب العربي بالتكنولوجيا وهي آلة العصر هو ما نبحثه بعد فاصل قصير فقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مجددا ما زلنا معا في الحديث عن الشباب العربي والتحديات التي تعترضه أستاذ أحمد أذهب إليك سريعا لاحظنا في الانتفاضة العربية الأخيرة أن التكنولوجيا وظفت بشكل جيد وفعال في الشارع العربي في أثناء التظاهرات لاحظنا هذا في مصر لاحظنا هذا في دمشق وحلب وفي تونس وفي عددا من المدن العربية هل يكفي هذا لنقول بأن واقع التكنولوجيا في صفوف الشباب العربي مطمئن على صعيد المستقبل أبدا من المدن العربية يتصر الأمر على هذا الشق السياسي في حسب بل هناك مجالات كثيرة جدا يستطيع الشباب أنه يبني مستقبله ويبني وطنه في الرغم من التحدي الذي ذكرته الأستاذ الضيفة الكريمة من هذا الجانب اللي هو تحدي الحكومات لكن لا شك أن الشباب أخذ الجانب الإيجابي من التجربة التي حدثت من الشباب من قبل بأن يتجه هذا الشباب إلى ابتكار وهو قادر على ذلك ابتكار ما يسمى بالخدمة المجتمعية وبمحاولة يعني ردم الهوة بين الجزء الحضاري في الحياة في الوعي الاتصادي والوعي التقافي والوعي الاجتماعي والوعي التربوي هذه مجالات يستطيع أنه يشق طريقه فيها وهذه يعني يستغل القدر المتاح له الآن في الميديا وفي الوسائط كلها يستطيع أن يوظف هذا وهذا مسموح له ومتاح له لأجل أنه هو يكون هذا المجتمع المعافى يعني يدعو إلى هذا المجتمع المعافى ولا شك أن هذا المجتمع المعافى على المدى لا أقول البعيد لأنه التصارع لا يجعل أن نقول المدى البعيد المدى القريب يجعل أن البنية الثقافية والاجتماعية والحضارية المجتمع تستطيع أنها تغير من حياة الناس بصفة عامة في قطاعات شدة فالقعد النظرة الأكثر شمولية للتكنولوجيا هي التي يعني في حاجة إلى التركيز عليها حتى أنها تستطيع أن تؤتي أكلها وثمارها في الحياة اليومية وهناك محاولات لهذا في بعض الناس يحاولون ذلك حقيقة بجهود فردية ولا يعني هو نشر الوعي الثقافي والوعي الحضاري وهذا كله لا يستطيع أحد أن يقف أمامه فهذه قضية مهمة جدا أنه المتاح لهذا الشباب البحث عن ما يدين وحقول جديدة لأجل أنه هو يبدع بدلا من أن ينتفق على نفسه وأن ينتظر معجزة أو ينتظر شيئة من هذا القبيل فهذا هو المقروض الذي يركز عليه الشباب مستقبلية والشباب يفكر ويبتكر ويحاول وهناك طبعا محاولات صحيح أنها قليلة أو محدودة أو يغلو عليها الجانب الفردي إلى غير ذلك لكنها بلا شك تؤثر ويرحب بها الجميع لأنك أنت في النهاية لا تصطدم بأحد سوى أنك أنت تحاول أنك أنت تنقل الناس حضريا تنقل الناس ثقافيا مجتمعيا أقول لحضرتك على نقطة مهمة مثلا يعني في غاية الأهمية أرعب هي قضية اللغة التحدي اللغوي يعني أنت عندك الآن عندنا اللغة الصينية واللغة الإنجليزية اللغة الصينية واللغة الإنجليزية دول اللغتين اللي هم التنافس المستقبلي بينهم الآن لأنه دول بيملكه الصين بتملك التكنولوجيا باستقلالية والغرب بأمريكا بيملك كذلك باستقلالية لغة الإنجليزية أصبح الآن عندك في تحدي كبير أمام شبابنا نستوعب نستوعب هذه الحضارة وتلك الثقافة بدون التعرف على هذه اللغات في نفس الوقت التحدي أمامه أن نحافظ على لغتين فهذه القضية الآن أصبحت قضية جوغة نعم أستاذ أحمد هذه نقطة مهمة أشرت إليها يعني ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار في إطار الحديث لكن لو عدنا إلى موضوع التكنولوجيا من جديد وأسأل الأستاذ زينب حقيقة التكنولوجيا ليست مسألة ترف أو مسألة يعني وقت يقضيه الشباب معها التكنولوجيا الآن تسوق عقول الشباب وتسوق شخصياتهم وأنماط تفكيرهم في هذا السياق كيف يمكن تقييم علاقة الشباب العربي بالتكنولوجيا هل يمكن وص الشباب العربي من أنواع الشباب بين دول العالم ومجتمعات العالم الصديقة للتكنولوجيا؟ بداية أعود تعقيب على مسألة وهي مسألة دور حكومات أنا هو أشار إلى فرانسيس فوكياما وفرانسيس فوكياما صاحب نظية التحديث أشار أن التحديث هي بمسؤولية الدول أنا أقصد بمعنى أن تقع على عاطق الحكومات مسألة تحديث التقني الكامل أما بمسألة هذه الاختراعات البسيطة من هنا أو هناك أو نشر ثقافة الابتكار هذه مما لا شك فيها تقاسمها الأفراد مع الحكومات ولكن التحديث التقني بما هو مصار عام هذا من ما لا شك فيه ويقع على عاطق الحكومات وليس الأفراد فيما يخص بعلاقة الشباب العربي بالتكنولوجيا في حقيقة الأمر الشباب العربي ليس هو من اخترع هذه التكنولوجيا الحديثة إنما هو يدخل ضمن دائرة التبعية الاستعمالية لا أذكر بعض الشباب الذين هاجروا إلى الغرب ووجدوا الفرص للابتكار والانخراط في الابتكارات التكنولوجيا ولكن كعموم الشباب العربي هو مطلقي ونحن دائما نعلم أن هناك إشكالية عندما نستعمل ولا نبتكر نقع في إشكالية الإدمان وهذا ما تشير إليه تقارير اليوم بأن الشباب العربي مع الأسف الكبير في جزء كبير مدمن على هذه التقنية بالمعنى السلبي أكيد بالمعنى السلبي وليس بمعنى الإيجابي بمعنى أن كثرة الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أنه لا يجد الحيز الاجتماعي الذي يتنفس من خلاله أو الذي يعبر عن هويته أو عن اختيارته فيجد أن الجانب التقني أو الافتراضي هو البديل فيتجه نحو مسألة الإدمان مثلا الآن هناك تقارير تشير مثلا الشباب الإماراتي 40% منهم يدمن على التكنولوجيا ويقضي أكثر من 9 ساعات يعني أكثر من ساعات النوم داخل وسائل التواصل الاجتماعي يعني أغلبية الذين استعملون التكنولوجيا الحديثة في العالم العربي هم لا يلجون البوابات العلمية أو الوصول إلى معلومة أو المسألة التعليمية أو هذه المسائلة أو تعليم اللغة ولكن أكثر منه استعمال وسائل التواصل الاجتماعي فأضحت المسألة كأن بها التكنولوجيا الحديثة هي مجرد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي هي تعتبر جزئية بسيطة جدا ضمن مساحات التكنولوجيا الكبيرة فالعلاقة في حقيقة الأمر هي ليست العلاقة بالمستوى المطلوب ولكن الشباب العربي لم يستغل المنصات التقنية كمنصات تعليمية أو تعليم مهارات أكثر منه مع أن هناك عشرات بل إذا مئات المواقع أو المنابر في اليوتيوب وغيره التي تقدم مادة نافعة هناك من ما لا شك فيه ولكنك إذا بحث في التقارير تتحدث عن الساعات التي يقضيها المواطن العربي داخل وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر بكثير من ما يقضيها داخل هذه المنصات التعليمية وبالتالي مع الأسف الشديد هذه علاقة هي علاقة تبعية علاقة عدم توفق في الاستعمال لأننا نستعمل هذه الكلمة علاقة إدمان وليست علاقة مثل ما هي يستعملها النظراء الغربي الحقيقة هذا ما كنت أريد أن أسأل في هذا السياق الأستاذ أحمد في القاهرة في سياق جدالية العلاقة بين الشباب العربي والتكنولوجيا من الذي يؤثر بالآخر ويعطيه ويمنحه هل التكنولوجيا أم الشباب طبعا هي العلاقة نستطيع أن نقول أن التكنولوجيا لها تأثير كبير لأنه هو إحنا ما زلنا كما قالت الأستاذ زينب إحنا لسنا صانع التكنولوجيا فالبرامج والمواقع والقنوات يعني العدد المهول كله هو القادم يعني أنا لو استطاع الإنسان أنه يحصل على كورتس متقدم لأنه هيكون فيه نوع من الحداياة فلا شك أنه هو سيبحث في الوارد أكتر فنحن الآن في مرحلة لا نستطيع أن نقول أننا نؤثر لأنه نحن جزء من المقصود بالتأثير فيما يتعلق بالعلاقة بين الشباب العربي والتكنولوجيا هو إلى أي مدى نجح الشباب أو فئام من هذه الشباب من هولاء الشباب في تطويع التكنولوجيا لمصلحة الإنتاج سواء كان المعرفي أو الاقتصادي إلى أي مدى هناك نجاح في تطويع هذه التكنولوجيا؟ أقول لحضرتك أن هناك جهود فردية أكثر منها جهود مجتمعية وهي تجارب نجاحة يعني مثلا قد تجد في جامعة من الجامعات تجد مثلا نسبة الأسازة الجامعية تجد نسبة 20% منهم يواكب الحدافة ويؤثر في طلابه ويأتي لهم بالحديث ويطور من أدائه ومن مادته العلمية الربع يعني حوالي 20% لكن هل مثلا تجد المستوى أو النسبة أكبر من هذا بحيث أنه يكون نوع من التفاعل بحيث أنه يعود بالنتيجة الإيجابية على الطلبة مثلا الذين يتلقون منهم هذه ما زالت ما زلنا يعني في هذا الجانب لا ندعي أننا متقدمون كتأثير هناك تأثير ولكن جزئي هناك شباب استطاع أن يحصل على فرص عمل وأن يحاول أنه يتعلم البرامج وحقيقة هذه النسبة هي في حاجة إلى التحفيز في حاجة إلى الدفع حاجة إلى الزيادة حتى أننا نطلع من الإطار اللي في كلامة عليه الضيفة الكريمة اللي هو إطار اللي هو ينام 9 ساعات وأنه هو مدمن فقط أنه هو بعض الأشياء للتسلية أو لأي شيء آخر فهناك نسبة من الشباب استطاعت فعلا أنها سنجد كل مجموعة شبابية ستجد منهم عدد استطاع أنه هو يتغلب على هذا الواقع استطاع أنه هو يبحث عن فرص عمل استطاع أنه هو يوفر لنفسه مجالا مجالا للإنجاز للإنتاج وهذا يدفعه وقد يدفعه للهجرة وقد يدفعه ليعلم غيره هناك فرص لا شك وهناك مساحات من النجاح في هذا الجانب لكن ليست هي بالنسبة المأمولة ولا الدرجة اللي احنا بنضمح إليها عطفا على ما قلته قبل قليل أستاذ أحمد وأسأل هنا زينب معنا في الستوديو تحدث عن أن الصين اللغة الصينية الآن تنافس اللغة الإنجليزية لأن الصين صارت تنتج التكنولوجيا طيب في الحالة العربية الآن الشباب العربي أكثره بين مدمن بالمعنى السلبي كما تفضلت قبل قليل وبين حتى الفئات الناجحة يقتصر نجاحها على استعمال التكنولوجيا بما يخدم أغراضها الخاصة دون أن يتطور الأمر إلى إنتاج المشاريع وإنتاج المعرفة التكنولوجية ما الذي يمكن أن يحيل العرب من ناحية التلقي السلبي الإدمان أو الإنتاج في حدوده الضيقة إلى إنتاج تكنولوجي معرفي بحيث لا يضطر العرب مستقبلا إلى اللهات بين تعلم سواء اللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية ويكتفون باللغة العربية مثلا طيب سؤال جميل جدا في حقوقات الأمر بداية التعليم وما أدرك ما تعليم أشارنا إلى أنه شكل عائق ربما أكون مضطررا لأن أطلب منك أن ترفع صوتك خليلا كون ضيفنا يحاول يسترق السمعة إلى صوتك آه تمام عفوا أنت أشارت قبل قليل إلى المسألة التعليمية وهي تشكل في حقيقة الأمر عقبا من العقبات فالتعليم كما أشارنا هو مزال تعليما تقليديا ولم يرتقي إلى مستوى المجتمع المعرفة أو المجتمع التقني لعدة أسباب في حقيقة الأمر أول شيء هذا تعليم يحتاج إلى إصلاح هيكلي جذري وليس فقط تغيير مناهج وممانهج أكيد أن المناهج التعليمية تحتاج إلى تغيير خاصة أن تقع منزلة بين منزلتين إما أن تكون تابعة للغرب وإما أن تكون في حقيقة الأمر مسيسة من الداخل فالمناهج التعليمية تضررت كثيرا من المسألة التبعية فيجب المناهج التعليمية أن لا تتبع الدوائر السياسي ولكن أن تتبع الدوائر العلمية إن صح التعبير هذا في البداية البنية التحتية الجامعية البنية التحتية الجامعية مهترئة من أسف أستاذ جهاد عندما انتجه إلى الجامعات والمخابر داخل هذه الجامعات نجدها أن في حالة يرثلها الميزانيات المرصودة للبحث العلمي منظمة الإنسكو نشأة تقريرا قالت فيه أن الميزانية مرصودة للبحث العلمي في العالم العربي هي 0.3 سنة 2004 وهي مؤسفة جدا مقارنة بالميزانيات المرصودة للتسليح المسألة الثالثة في حقيقة الأمر وهي من التوصيات التي أتى بها البيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادر سنة 2015 تهيئة بنية تحتية تكنولوجيا وضحة المعالم يستطيع من خلالها الشباب ممارسة التكنولوجيا في وضع صحي هذا الشباب الذي يجهل هذه التكنولوجيا مما تتكون هذه التكنولوجيا أكيد سوف يكون يقتصر الاستعمالات خارجية هو لا يعرف هذه التكنولوجيا ما هي فبالتالي هذه مسألة واضحة جدا سوف يكون فقط مجرد مستعمل ولكن حينما يفكك ويركب ويدرس هذه التكنولوجيا من الداخل سواء في الجامعات سواء في المنصات الرقمية سوف يكون مشارك في بناء هذه التكنولوجيا فالمسألة هي متداخلة هناك جانب يقع على عائق الحكومات هناك جانب يقع على عائق المؤسسات التعليمية ومن ما شكل فيه جانب يقع على عائق المتعلم يجب أن يكون رأه إرادة التعلم لأن الشباب هو الأداية الدولة في الانتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع المعرفة أو كما وصلت منظمة الأمم المتحدة في برنامجها الذي يخص الشباب بأن الشباب هو رفعة التنمية المستديمة فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية مستديمة أو تطور من غير الشباب هذا الكلام بالضرورة يقودنا إلى الحديث عن الواعي وهو ما نريد أن نبحثه معك وضيفنا في القاهرة بعد الفاصل وقفة أخيرة تتبعه عودة لاستكمال حديثنا اشتركوا في القناة الأخير من الحلقة أستاذ أحمد الدولة العربية أو المجتمع العربي بشكل عام الوطن العربي هذه المساحة المترامية التي تزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع والتي يقارب سكانها 400 مليون نسمة أو يزيد ربما أقل من نصف مليار بقليل هل هذه المجتمعات العربية تملك مقاومات صناعة وعي حقيقي لدى الشباب العربي بما يفضي هذا الوعي بما يفضي في النهاية إلى دفع الشباب للقيادة استلام زمام القيادة في عجلة الإنتاج طبعا تملك لكن البداية ستكون هي الفكر الإرادة الحضارية قبل الإقلاع الحضاري لابد أن يكون هناك الفكر الإرادة الحضارية فهذه نقطة في غاية الأهمية غرس هذه القناعة هذه الإرادة مثلا الإرادة هذه يتحدد على أساسها مثلا توزيع الثروة الأولويات أمور مهمة جدا أنت تجد مثلا حضرتك أن هناك دول غنية في العالم العربي وحبها الله سبحانه وتعالى بالثروات ومع ذلك هي تنفق على البنايات وعلى المرافق العالية وتشيد البنيان العالي ولم تضع أساسا معرفيا قويا أو تعطي تمنح المعرفة التأسيسية القدر الأكبر أو الأولى أو الأهمة فهذه قضية تحديد الأولويات الأهمة فالمهم وتأسيس بنية معرفية ليقوم عليها المجتمع أو تقوم عليها حتى هذه المرافق وهذه البنية التحتية التي تم تشيدها هل الذي ينبغي أن يضع هذه البنية التأسيسية المعرفية أو ما أسميته الانطلاق الحضاري؟ أساس الانطلاق الحضاري طبعا هذه أقول لحضرتك هذه عوامل كثيرة ما استطيع أن أقول أن أصحاب الفكر العلماء المفكرين عموما أودباء الكتاب مازال في الأمة في الصدى وفي الأصوات هذه حتى لو أنها تركز على هذه القضايا حتى هذه الفئة التي ينبغها أن تنشر الفكر والوعي تستطيع هذه الفئة نفسها أن تطبق على نفسها هذه القاعدة تبدأ من نفسها أنها ترحل بعض القضايا وبعض الأمور التي تعتبر استنزاف لجهودها دون تقدم خطر الأمام وأنتم طالق كمنطقة انطلقت كثير من الدول وكثير من المجتمعات المدنية في هذا الجانب أن تحط الناس على هذا الجانب على هذه القيم نشر هذه القيم يستطيع أن يكون بها الأستاذ الجميع والمفكر والمزيع والمعلم والوالد والإمام المسجد والمعلم والطالب وكل صاحب موهبة نشر هذه القيم وهذه القيم موجودة عندنا هذه القيم موجودة ومتوفرة لكن إحياءها لكن تجددها لكن صيغتها بصورة مشرقة تناسب هذا العصر وتخدم قضايا أستاذ أحمد تحدثت في صيغة الوجوب أو ما ينبغي أن يحصل لكن أنا أريد أن أتحدث مع ضيفتنا في الستيديو زينب عن ما هو حاصل من وما الذي يصوغ وعي الشباب العربي اليوم وقد علمنا أنه في السابق ربما كانت مؤسسة الأسرة والمدرسة في إطار سيطرة الدولة اليوم ضعفت سيطرة وقبضت الدولة على العقل العربي من الذي يصوغ وعي الشباب طيب اليوم نحن نشهد تراجع المرجعيات في حقيقة الأمر فيما يخص سياغة العقل العربي وهذه المرجعيات سواء كانت الدينية أو كانت الثقافية أو السياسية ونحن اليوم في عصر العولمة بامتياز العصر المفتوح القرية الصغيرة فالذي يصوغ العقل في حقيقة الأمر هناك قنوات متعددة ولا يمكن حصرها منها ما هو رافض خارجي بحكم أن هذا الشباب منطلق ومنفتح على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخارجي فهناك مسألة الجماعات الخارجية تصوغ اليوم الشباب العربي مثلاً مؤخراً نشهد الزيادة في مسألة الإلحاد مع الأسف الشديد والتأثر بدعوات الإلحاد الخارجية فهناك أكثر من قناة هناك لا أوقعت تهمة في عمومها على كل الشباب ولكن هناك اليوم نشهد تراجع المرجعيات القومية أو تراجع المرجعيات المحلية والانفتاح في خضم ثقافة السوق على مرجعيات خارجية فهناك أكثر من قناة تحدد الوعي الشباب وهذا ما يحملنا للبحث عن حل هذه المشكلة كما أشار الضيف علينا أن نعود إلى الوسائط التي أشار إليها وهي أنه يجب أن يكون هناك دور المثقفة هناك دور المفكر في صياغات هذا الوعي وإلا أن هذا سوف ينظر بخطر يتهدد المجتمع العربي والإسلامي سأعود إليك لكن أستاذ أحمد تحدثنا كثيراً عن مسؤولية الدولة غياب السياسة الفساد الإداري المحسوبية عن عقبات وتحديات كثيرة لكن ماذا عن الشباب أنفسهم هل الشباب العربي مسؤول وبريء من مسؤوليته عن ما وصل إليه من تقاعس عن إنتاج المعرفة برأيك بالحديث الشريف الذي نبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عن سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله تذكر حضرتك طبعاً وظيفة الكريمة أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول ليه إمام عادل بعده مباشرة قال وشابه نشأ في طاعة الله عزيزي شاب نشأ في طاعة يعني قرن الإمام العادل على طول بعد منه مباشرة هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى طبعاً عليه دور كبير وهو هذا الشباب الذي يقرأ سورة الكهف كل جمعة بدن الجمعة يقرأ الكهف ويقرأ قضية الفتية اللي أمانوا بربهم وزادهم الله بودا وهي قضية تركز على مسؤولية هذا الشباب تركز على القضية ما هيّة هذه المسؤولية أستاذ أحمد ما هيّة هذه المسؤولية نعم الصوت يعني أنا أسأل عن ما هيّة مسؤولية الشباب طبعاً الشباب الشباب حباب الله سبحانه وتعالى بالتفكير بالابتكار بالقدرة على تجاوز المألوف هذه هي مواهب أعطى الله سبحانه وتعالى للشباب وسنجد أن الأمم لا تتقدم إلا بهذا الفكر إلا بهذا الشباب والذين لأنه الشباب ليس شباب جسد فقط ولكنها شباب طاقات عقلية وزهنية وروحية وهو يكون يملك طاقة من الأشواق الروحية لغير ذلك أشارت الأخت الكريمة إلى موضوع أنه فيه نتوآت وفيه بعض الناس بيحاولوا يروضوا عن طريق الوسائط هذه يروضوا بعض البرامج الحدية أو غير ذلك أو يروضوا وأنا أتابع بعضها أحيانا وأناقش البعض أنا وجدت أن القطاع الكبير بفضل الله عز وجل من الشباب هو قطاع الحمد لله يعني ثابت على حوياته ومعتز بها ولكن هو يقاوم الظروف يحاول يتحدى الظروف يحاول أنه يتجاوزها يحاول ففيه هناك يعني عوامل خيرة وأما الجهات الأخرى هذه فهي جهات ليست أصيلة وأؤكد على هذه الحقيقة لكن حتى الشباب يملك يملك الإرادة يملك التفكير يملك تجاوز هذه الأمور أنك تبرئ ساحة الشباب العربي من أي مسئولية عن ضعف دورهم في قيادة المجتمع وربما أكون متفهما ذلك لأنك ربما من فئة الشباب دعني أتحول الستوديو مرة أخرى أستاذ أحمد وأختم معك سيدة زينب يعني هل توافقين على أن وسائل التواصل المجتمعي سطحت عقول الشباب العربي وحرمته من نعمة التفكير شوف وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في ظل التعتيم الإعلامي داخل الدول العربية هو شكل قنوات بديلة للوصول الولوج إلى المعلومة خاصة يعني نحن شهدنا وكبنا أحداث الربيع العربي كانت هناك مثلا القنوات الرسمية المحلية تتكتم على الأوضاع ولكن وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي شرارة الثورات في تونس وفي غيرها من البلدان فلها جانب إيجابي فيما يخص هذه المسألة خاصة في الوضع الانغلاق السياسي داخل هذه الدول العربية ولكن في جزء آخر منها أنها تسيطر على حي أغلبية حيز المواطن العربي فيما يخص استعمالاته للتكنولوجيا لأن أغلب كما أخبرتك استعمالات هي الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل فيها كثير من هذه المساحة الإشاعات الأخبار الكاذبة الزائفة الثقافة السطحية كما أشرت ثقافة التصطيح فمن ما لا شك فيه لأنها لعبت دوراً مع الأسف سلبياً فيما يخص مسألة تصطيح وعي الشباب العربي الذي لم يعود يتجه مثل جيل الثمانينات وتسينات نحو الكتب لاستقاء الروافد الفكرية والعلمية فهي تتحمل مسئولية هي فيها جوانب سلبية وإيجابية ولكن فيما خص هذا الأمر من ما لا شك فيه أنها تتحمل مسئولية والمسئولية هي من ما لا شك فيه فيه الشخص الذي يدخل إلى هذه الوسائل بغية التثقف لأنها ليست قنوة تسقيف وليست موارد تعليم ولكنها مجرد قنوة ترفي أو استقاء معلومات وأخبار وربما ما يساعد على أداء وسائل التواصل الاجتماعي هذا الدور السلبي في الحياة المجتمعية غياب القوانين النظمة للعلاقة هناك دول عربية تفاطنت إلى هذه المسألة وصاغت قوانين مثل الوضع في تونس مثال تونس هناك قوانين استحدثت فيما يخص الجريمة الإلكترونية أو الثلب الإلكتروني ولكن هناك بعض الدول العربية ما زالت قاصرة في المسألة التشريعية فعليه أكيد من ما لا شك فيه أن تحيط هذه الوسائل والوسائل بمنظومة تشريعية حتى تحافظ على حقوق الأفراد ولا تجعلها مفتوحة على مصرعيها أشكرك وأشكر ضيفنا في الأستوديو مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين في الأستوديو زينب الخناسي الباحث في قضايا الشرق الأوسط وعبر سكايب من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري المستشار التعليمي يبقى الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة